ما راح اقول الاسماء بس راح اقول موقف سمعت من عدد من الوزراء بعضهم لوزرات العدل وبعضهم للداخلية سألتهم قلت لهم طيب انتوا المدان الحقيقي اذا مدان مدان هسا هاي مو حكام قضائية المدان ليش مثلا ما طبقتوا القانون وعدمتوا او او مشيتوا ليش خليتوا وخليتوا الامور تزداد والعدد يزداد تدرون اشي قالوا قالوا لانه تسعين بالمئة من هاي الاحكام غير صحيحة فاحنا ما حد مستعد يظلم نفسه طيب شنو ما حد مستعد يظلم نفسه شنو الاحكام غير صحيحة يعني هذه العدالة يعني اسمحوا لي العدالة مع وجه هاي ميزان العدالة مو صحيح اذا انتوا بداخلكم تدرون انه الاحكام مو صحيحة اذا ليش ما افقين عليها وببقية فيقول لك ما حد يقدر يجاز فيه وقع يقول طبقوا هذا الشيء لانه احنا ندري يجوز تسعين بالمئة هاي الاحكام غلط ويجوز ذول ابرياء فالعدالة عندنا مع وجه وتطبيق العدالة يحتاج من عندنا انه كليةنا نتعاون حتى نطلع الابرياء ما نريد نطلع لا الارهابيين اللي سفكوا دماء العراقين ولا نريد نطلع كبار التجار بس انا مو منطقية تطلع وياي ام تقول لي انا عايشة دامة دامة تعرفوه شنو دامة يعني يعني خرابة يعني مثل يعني مثل بيوت الابقار هي شردحشي كومي اياها ولا عايشين بتنى بهذا حي التنك وحي المدرشين وبخيمة والله بالعراق مو مو بدول افريقية بالعراق اكو بالاقضية مال الناصرية ومال الاعمارة اكو ناس الى الان عايشين هالشكل وكذلك في الانبار من يطلع لك النائب الشيخ عادل المحلاوي يقول لك يا ابا ترى ذولة قضاء رمانة ترى عايشين كأنهم بالصومال للعلم الصومال انا الان كتبولي كثير الصومال جاي تتطور يقول ذولا ما حساءل بهم 250 الالف نسمة كأنه عايشين خارج حركة الناس والمجتمع والدنيا والعالم فانا اريد اقول رسالة الاخر الرئيس محمد الحلبوسي لا تزعل من اقول لك القانون وينه طلع لصوت الرئيس الحلبوسي اريد اقول لابو يوسف لابو ريكان اخوي انت الان خادم للشعب بمنصب رئيس مجلس نواب لا تزعل من اقول لك وين قانون العفو العام لانه راح اقول لك يا اليوم وين قانون العفو العام وين قانون العفو العام وين قانون العفو العام وادعو كل اللي يشاهدونه يكتبون يلحل بوس وانقلوا العفو العام اللي يزعل خلي يزعل ما بيزعل هي هاي مهمته يعني ترون شون يعني مثل واحد مدير مدرسة مدير مدرسة ويجي قرار من وزارة التربية يقول يا وزارة التربية يا مدير المدرسة من حقك انه تكرم مجموعة من ذولة تخليهم يمتحنون تخليهم تطيهم امكانية عادة السنة انت قدر بنحل قرار مدير مدرسة يقول والله ما ادري ما اقدر اسوي اسي ليش ما اقدر اسوي اسي